ما عشته قبل أن يتحقق أيها الإخوة منبع هذه الفرحة الحصول على الزوجة الجميلة الفتاة المعشوقة الشهادة العليا مال الصفقة القصر الجديد الذي يبنى هذا منبع الفرحة منبع السعادة كل ما تعيشه من سعادة قبل ذلك هو سعادة معلقة وعد بالسعادة ليش في السعادة وعد بالسعادة هل ينجز هذا الوعد حين تتحقق لا والله يهرب سراب ولذلك تبحث عن شيء آخر واسألوا أصحاب الملايين وأصحاب الملايين سيقول لك سيقول لك نعم نعم أنا دائما كان هدفي ذاك المليون فلما حصل لا 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 لم أقنع به أردت هو سيموت على فكرة سيموت ودائما هدفه أمامه ولا مرة شعر بالمعنى الحقيقي لاستعادة الذي لم يعرفه لأنه لا نسبة مع المجهول المطلق يقول المناطق أو أهل التفكير العقلي لا نسبة مع المجهول المطلق ما هو المجهول المطلق؟ شيء تجهله من كل جوانبه تقول لي لا أنا لا أجهل السعادة أنا في الحقيقة لا السعادة بالمعنى الحق للسعادة أنت تجهله جهلاً مطلقاً كل ما عشته وجربته ليس السعادة كيف يكون السعادة وهو مأتة مأتة مثار الإحباط والقلق والاكتئاب والحزن ليس هذا السعادة ولو جربت أنا أقول لك السعادة إن جربت عادة إن جربت تعرف وتصبح النسبة ليست نسبة الجاهل المطلق لا لا في نسبة لأنه ليس مجهول مطلقاً السعادة في لحظة التواصل حقيقي ولو لحظة مع الحق لا إله إلا هو منبع كل خير منبع الجمال والكمال والجلال والعطاء والجود والكرم رمز وحقيقة الأبدية مع الله لا إله إلا هو يا حبيبي يا أخي يا أختي تقترب أنت من البستان فيمتلئ أنفك بشذى وعبير الأوراد والأزهار العبقة الفواحة وتشعر برضى وأمتلاء تقترب من الدغل أو الغابة الملتفة المشتجرة فيمتلئ صدرك لأتاك بالأكسوجين الحي الولود الطهور وتشعر برضى تقترب من البحر تقترب من البحر تمتلئ أذنهاك بصوت الموج الهادر وأيضا صدرك بهذا الهواء الذي يزفره البحر نسيما رقيقا خفيفا عليلا يدغدغ الإنسان دغدغ جميل تقترب من الشمس تتعرض لها تلوح لونك تلوح لونك تعطيك تلك السمة البرونزية التي يدفع فيها المال شمس وتقوي عظمك تقترب من الله لابد أن تعود بأثر مباشرة إذا اقتربت منه حقا تقترب من الله تعود بماذا تعود بماذا تعود بأشياء لا توصف تجل تجل عن التعبير عنها وتصور عنها العبارة وربما حتى الإشارة لكنك اقتربت ليس من بحر وليس من بستان وليس من دغل وليس من شمس علي اقتربت من رب الأرباب لا إله إلا هو من موئله ومنبع ومصدر الكمالات والجمالات والجلالات وكل أشكال الحطاء والجود والمنح والهبات لا إله إلا هو لماذا تعود فك في هذا لكن العب رأى السؤال هل اقتربت منه هل جربت أن تقترب منه لكي تشعر معنى هذا العود ولكي تدمينه بعد ذلك من جرب السعادة عبر لحظة التواصل حقيقي واحدة لحظة واحدة لحظة لحظة بمعنى الثانية مع الله تبارك وتعالى لم تكن السعادة مجهولا مطلقا بالنسبة إلي أصبحت معلوما ولو بدرجة قريبة من الصفرية لكنها معلومة ويبدأ الآن يهتدي ها تقول لي هذا السر هذا السبب أن هناك جماعنا العرفاء والأولياء والكبراء عبر تاريخ الدنيا ومن كل الطوائف والملل والأديان في لحظة معينة لا ندري حقيقة هذه اللحظة إن سالخوا من الدنيا طلقوها وكانت دنيا عريضة طويلة واسعة مغرية طلقوها تماما وبدأوا يبحثون عن الله في الحقيقة يبحثون عن أنفسهم طبعا أنت تبحث عن مفقود لا إله إلا هو هو به ظهر كل موجود ليس مفقودا لا إله إلا هو أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شاهيد لا 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 تبحث عن نفسك هؤلاء فعلا يبحثون عن أنفسهم لم يجد نفسه رغم أنه حصل ما لم يحصله غيره في ميدانه العلم المال السلطة الجمال لكنه لم يجد نفسه عاقل هذا عاقل دخل الطريق الخطأ ثم عاد فنعنانه وعاد قال لا ليست هذه الطريق لن أكمل هناك صراط أخرى لم أجربها هناك سبيل أخرى لم أعفر قدمي بترابها مسك وكافور سأجرب هذه الطريق لكن لا بد أن أبحث عنها ربما وجدت دلال عليها في لحظة التواصل تلك الصادقة مع الله تبارك وتعالى هذه اللحظة أغنى من الدنيا وما فيها يا أخواني هذه اللحظة كلما استعدتها أو استذكرتها لا تبعث إلا على فرح وامتلاء وغنى وشيء لا يوصف حتى تذوقه انتهى لا تطلبه من الكتب لا تطلبه في الأشعار في الكلمات انسى هذا انسى في المحاضرات والخطب انسى طلبه في نفسك عشه ولو للحظة وستعرف قدره وستعرف قدره الذات الخيالية يا أحبابي يا إخواني وأخواتي تشتتك نسوا الله فأنساهم أنفسهم الذات الخيالية في نهاية المطاف ليس ذاتا وهما مبددا في ألف سبيل معلقا بألف سماء وسقف معلقا بألف سماء وسقف ليست شيئا منجميعا وبألف سماء örنيا إذاً طبقا بألف سبس